هذا وقد التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس سانيكوس إنستسياد السرئيس الجمهورية القبرصية جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسيلا وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أشاد بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تقدم النأم الطردة إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية وأكد رئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تفعيل أوتر التعاون وتكسيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال أليات التعاون السلسية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان من جانبه أعرب الرئيس القبرصي عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص مشيدا بمنتانات العلاقات بين البلدين الصديقين ومؤكدا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين فضلا عن مواصلة تعزيز أليات التعاون الثلاثي مع اليونان لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كراكيزة للاستقرار في الشرق الأوسط فضلا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجر غير الشرعية أضف المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد التبحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتعاون القائم بينهما على شط الأصعيدة كما شدد رئيسان على ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار ألية التعاون السلسي بما يساهم في جعل هذه الألية نموذجا يحتذا به لتنسيق والتشور بين دول البحر المتوسط ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية